استعانة بالله وبحمده بعد تقديم ترشيحي عن الدائرة الخامسة وتقديم أوراق الترشيح نبدأ اليوم حملتنا الانتخابية بعنوان متفائلون إيماناً منا بأن التفاؤل هو واقعنا هو دافعنا للتغيير تغيير من واقع لا نرضاه إلى مستقبل أفضل ولا يأتي التغيير إلا بعد تكاتف الجهود وهو مسؤولية تقع على جميع أفراد المجتمع ونؤمن أيضاً بأن لدينا القدرة على التغيير من هذا الواقع إلى مستقبل أفضل ومن خلال ذلك أطرح ونطرح برنامجنا الانتخابي برنامجاً انتخابياً شاملاً لكي نواجه التحديات والصعوبات التي تقابلنا في هذه الحياة وبرنامجنا الانتخابي مبني على تحسين مستوى المعيشة وهي مسؤولية الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني كذلك مكافحة الفساد ومحاسبة جميع الفاسدين وإعادة الأممال المنهوبة للشعب وكذلك أيضاً خلق فرص للعمل من خلال تشجيع الاستثمار وخلق فرص وظيفية لأبناء هذا المجتمع يكفينا أن يكون هناك طوابير طويلة من أجل توظيف أبناء الكويت أيضاً في برنامجنا الانتخابي تحسين الخدمات منها الخدمات الصحية والخدمات التعليمية والخدمات الإسكانية وكافة الخدمات التي تقدمها الدولة ونسعى لتحسينها وتعزيز للتنمية الاجتماعية من خلال توفير حياة كريمة لأبناء الشعب الكويتي ومن خلال هذا الطرح ندعوكم للمشاركة في الانتخابات القادمة ودعم حملتنا الانتخابية متفائلون كما يقال تفائلوا بالخير تجدوه في نقطة أخيرة مهمة جداً أحب أبينها للشعب الكويتي ولكل من هو مهتم بالشأن السياسي ألا وهي الاستقرار السياسي فلا تنمية ولا تطور ولا ازدهار دون أن تكون العلاقة بين المجلس والحكومة علاقة الثقة وتعاون وبناء وحسن نية فكل هذه البرامج الانتخابية التي قدمت لكم في الأيام السابقة وما سيغتم تقديمه في الأيام المقبلة سيبقى ورقاً حبراً على ورق ما لم تكون هناك علاقة صحيحة وصادقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لذلك وناشد رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم باختيار وزراء كفاء قادرين على العطاء والعمل من أجل مصلحة الكويت وشعب الكويت وكذلك لا أنسى أن أناشد الشعب الكويتي الكريم بأن يحسن الاختيار نعم مسؤوليتكم يا أبناء شعب العزيز أن تحسنوا من يمثلكم في هذه الانتخابات ويحافظ على مكتسباتكم ويحمي الدستور وأن لا تلتفتوا إلى أصحاب البطولات الوهمية والخطب الرنانة وبإذن الله متفائلون 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 بأن شمس الكويت ستشرق من جديد تحت ظل وعهد صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه وشكرا الحمد لله شوف الإنسان أعلى مكاسب الحياة يا أخوان ليس المال وليس الجاه ولكن السمعة الطيبة والذكر الطيب عند الناس فأبناء دائرتي الخامسة في ذاك الوقت أغرقوني بكرمهم وانتخابي لتمثيلهم في قبة البرلمان فكانت من أجمل اللحظات التي يرد إلى الشعب الوفي وأبناء الدائرة الجزاء بالخير يرد بالخير فكانت تجربة فعلا استفدت منها كثير وأنا في خدمة أبناء الدائرة الخامسة خاصة وأبناء الكويت عامة والمقيمين على أرض الكويت أيضا يبقون أخواننا وزملائنا في هذا الوطن وشركاء معانا من خلال بنائهم وعملهم في هذا الوطن الحبيب على الجميع ترجمة نانسي قنقر